السنة دي خصوصا الفترة دي العالم بيشهد عدد من الانتخابات الحاسمة سواء المتخطط لها هو اللي ما كانش متخطط لها وغالبها عشرين وعشرين هتبقى من السنوات التاريخية الحاسمة والمؤسرة في تاريخ العالم والعالم انتخابات بريطانية من اكتر الانتخابات اللي الناس مستنيها بالاساس عشان تاريخها كامبراطورية عظمة اكتر من كأنها دولة مهمة في العالم كالانتخابات مفروضنا هتتعمل في اخر السنة دي لكن ريشي سوناك رئيس الوزراء قرر ان ندعو الانتخابات بدري وبالفعل تمت يوم 4 يوليو وكما المتوقع بقى لنا يعني داخلين على سنتين من بعد سقوط بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق وبقى فيه انهيار شعبية لحزب المحافظين او ما يطلق عليهم التوريز في بريطانيا ومن ساعتها والناس كلها عارفة ان اي انتخابات تدخلها حزب المحافظين هيقصر فيها جامد مش بس عشان الفوضى فقدرت الحكومة بل وكمان ما كانوش قادرين يقودوا البلد في تجربة البريكزيت او الخروج من الاتحاد الاوروبي واللي كانت تجربة مؤلمة وثبت مع الوقت ان هي كانت مكلفة جدا لابتصاد البريطاني بل وكمان عشان الفوضى اللي جوه الحزب يعني الحزب ذات نفسه لفظ رئيس الوزراء بتاعه اللي هو بوريس جونسون طم الانقلاب عليه وبعدها جدت تلمسته اللي هي لستراز اللي يده بقعت 44 يوم وعملت ازمة اقتصادية كبيرة وتم ترضاها يا رخرة وبعدين جيه ريشي سوناك اللي من اصول هندية اللي ناخبين الحزب مكنوش قابلين سواء بقى عشان العنصرية او عشان جاي من عيلة غنية ومتجوز واحدة من عيلة مليارديرات هنود فمش حاسس بمعاناتهم فالناس كلها كانت متوقع الهزيمة بتاعت حزب المحافظين اللي حصلت دي بعدا ما قاعد في الحكم 14 سنة لكن برضو ما كانش في حد متوقع فداحة الهزيمة اللي هتحصل وبرضو الناس ما كانش متوقع الفوز بتاع حزب العمال ما كانش متوقع ان يكون فوز ضخم او كده فيترى ايه اللي حصل اللي حصل ان حزب العمال قدر يفوز بـ 412 مقعد من اجمالي 650 مقعد في مجلس العموم البريطاني يعني اكتر من 63% من مجموع المقعد كلها وده هيديله اغلبية صاحقة تقدر تخليه يحكم من غير ما يضطر يدخل في اي تحالفات مع اي احزاب صغيرة مفاجأة كبيرة كمان هي هزيمة التوريز او المحافظين بل خلينا نقول صحقهم في ناس حتى بيقولوا ان دي تعتبر اسوأ نتيجة ليهم في 100 سنة وفي ناس يقول لك في 200 سنة انهم حصلوا على اقل من 125 مقعد في مجلس العموم البريطاني وفي المركز التالت كان حزب الليبراليين الديمقراطين او الديمقراطين الاحرار وده حزب كان ليه شن ورن في بداية الالفنات وكان دخل في تحالف مع المحافظين وعملوا بقوة مشتركة ساعتها كان رئيس حزب المحافظين لو تفتكروا ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني الشهير وكان رئيس حزب الديمقراطين الاحرار اللي هو نيك كليج اللي دلوقتي نائب في شركة فيسبوك المهم بعد كده الليبراليين الاحرار او الليبديمز زي ما بيسموهم شعبيتهم نزلت في الارض وفي الانتخاب بتاعت 2017 و19 اتهزموا هزيمة كبيرة لكن بقى في انتخابات السنة دي 2024 قدروا يعوضوا وجابوا 63 مقعد زيادة عن الانتخابات السابقة بمجموعة 71 مقعد فدول الاحزاب الثلاثة اللي حصدوا معظم المقاعد في مجلس العموم البردال بس المنتصرين الحقيقة طبعا هم حزب العمة لعشان هم اللي هيشكل الحكومة وفعلا كيرس تارمر رئيس الحزب رح قابل الملك شارلز الثالث وبقى رئيس الحكومة وبيستعد لتشكيل حكومته والانتقال طبعا لتين داونينج ستريت حزب المحافظين هو الهيئبة في المعارضة وطبعا رئيسه ريشي سوناك أعلى أنه هيستقيل بس بعد أما إيه يختاروا في الحزب مين هيئبة رئيس مكان كتير في بريطانيا خصوصا المنصرين القضية الفلسطينية واللي بينددوا بالإجرام الإسرائيلي تاريخيا المفروض يكون حلفهم هو حزب العمال لكن كيرس تارمر رئيس الحزب الحالي والكوادر اللي حواليه أهوأهم سهيونية على الآخر على العكس طبعا الرئيس القابلي بتاع حزب العمال اللي هو جيرمي كوربن اللي كان ولا يزال من أشد المنصرين للقضية الفلسطينية لكن اللي يفتكر بعد ظهارة حزب العمال في الانتخابات في 2019 عقد عملت انتخابات جديدة وتم تبديل القيادات وجه كيرس تارمر اللي عمل عملية ضخمة من الغربلة والتطيير للحزب مش بس أزاح جيرمي كوربن من منصبه بل وطرده من الحزب هو وجميع اليساريين اللي في الحزب اللي كانوا مؤيدين ليه طبعا بتهم مسخرة اللي هي معادات السمية اللي هي من الآخر منصرة الشعب الفلسطيني يعني عملية اختراق من اللوب السهيوني في بريطانيا لحزب العمال قدروا من خلالها يأما يطردوا أو يحجموا أي أصوات منصرة الفلسطين جوه الحزب ففي الانتخابات دي المنصرين للقضية الفلسطينية والفلسطين وطبعا المضادين لإسرائيل سواء بقى عرب أو مسلمين في بريطانيا أو اللي من جناح يساري تحروري كلهم بقت أصواتهم بتروح لحزب الليب ديمس اللي هو الديموقراطين الأحرار لكن الحزب ده عشان يعني ما عندوش نفس الماكينة الانتخابية زي الحزبين الكبار العمال والمحافظين ما قدرش يحقق النجاح المطلوب آه حقق النجاح لكن ما قدرش انه يقب في المركز التاني في مجلس النواب وده كان هيدي له النفوذ وتخطيئ عالمية أكبر بكتير وعلى فكرة طبعا مش مجرد دعم القضية الفلسطينية هو لأجندة الحزب ده الحزب ده لبرالي تقدومي وكمان من أهم أهدافه إن بريطانيا تنضم تاني للاتحاد الأوروبي وفي الأماكن اللي ما كانش فيها الليب ديمس اللي هو المناصرين القضية الفلسطينية انتخبوا ناس مستقلين وأشارهم طبعا هو جيري ميكوربن اللي بعد ما اضطرد من حزب العمال نزل على نفس مقعده الانتخابي وقدر يفوز بجداره وكان فيه غيره كتير من المستقلين سواء بقى مسلمين في أماكن فيها نسبة مسلمين عالية أو متعاطفين مع القضية الفلسطينية ففيه يعتبر عدد معتبر من الناس المناصرين لقضية الفلسطينية كسبوا في الدورة الانتخابية دي وإن كان أشهر المناصرين طبعا وأكثرهم علوا في الصوت وهو جورج جالوي ده للأسف بعد ما كسب انتخابات على المقعد ده في أول السنة لما دخل المرة دي خسر قدهم مرشح حزب العمال بس اللي هتفرج عن تبت الانتخابات والتغطية الإعلامية هيجيله إحساس كاذب إن حزب العمال ده ليه شعبية طاغية جارفة في بريطانيا وإن الناس اختاروه عشان بيحبوا فكر رئيسه وفكر الحزب بس لو الواحد قعد مع نفسه ثلاث دقيق هلاقي إن طريقة التفكير دي يعني فيها شوية من الجهل وكتير من السطحية ليه يا سيدي؟ أصلي فكر فيها كده ما ينفعش إن الحزب المحافظين يفضل حاكم بريطاني 14 سنة و2019 يكسب بأغلبية كبيرة ويجي بعد كده أهواء البريطانيين تتغير بسرعة في 5 سنين أكيد كيرستارمر ده يعني مش بارك أوباما جديد وإلا كنا احنا في العالم العربي سمعنا عنه وطبعا له ساحر ولا ليه شخصية كريزمية خرافية بل وخبرته السياسية مش كبيرة هو أصلا دخل أول مرة مجلس عمال بريطاني في 2015 يعني عمره في عالم السياسة صغير وهو قبل كده كان شغال نائب عام المجال الحقوي فالحقيقة أن الناس اللي انتخبوا حزب العمال ما انتخبوش لا كيرستارمر والحزب العمال عشان بيحبوهم بل كان نوع من فوجدان الثقة في حزب المحافظين الناس هتستغرب كلامي لكن رد عليهم هو بصوا على الإحصائات بتاعة الانتخابات السنة دي وقارنوها بأرقام الانتخابات بتاعة السنين اللي فاتت نزول البريطانيين للانتخابات الدورة دي تعتبر من أقل النسب في تاريخ بريطانيا يعني نزل حوالي 60% من الناخبين وده يعتبر أقل نسبة في آخر 20 سنة عشان البريطانيين عمتا بيحبوا ينزلوا الانتخابات وبيصوتوا وبيعشقوا التجربة الديمقراطية يعني مثلا في انتخابات 2019 نزل حوالي 67% من عموم الناخبين إنما المراضي يعني لو جابوا 60% هي بكويس طب أقول لكم مفاجأ أكبر عدد الناخبين اللي انتخبوا حزب العمال اللي اكتسح الانتخابات المراضي أقل من 10 مليون ناخب عارف عدد الناخبين اللي صوت الحزب العمال في انتخابات 2017 اللي كانوا خسروها يعني بالمناسبة كانوا كام ناخب كان عددهم 13 مليون ناخب طب عارف انتخابات بقى 2019 اللي حزب العمال يعتبر اتهان فيها وعمل أسوأ نتيجة ليه في 90 سنة عارف ساعتها كام ناخب صوت لهم أكتر من 10 مليون ناخب يعني رقم أكتر من اللي صوتوا لهم المرة دي في 2024 فهناس كتير في بريطانيا ما نزلوش صوتوا الانتخابات دي والناس اللي صوتوا غالبا هم اللي بيصوتوا لحزب العمال في المعتاد طبعا في ناس تحس باللغبطة من الكلام ده فخلونا فصر وأصيح جزء منه تفسيره هو ان الناس منزلتش الانتخابات وجزء تاني تفسيره هو النظام الانتخاب البريطاني مش النظام المعتاد اللي احنا عارفينه هو نظام قديم عاطيك شوية عبارة عن الفائز من الجولة الأولى هو اللي بيفوز بالمقع ما فيش انتخابات أهد يعني خلينا ادي مثال عشان يوضح النظام الانتخابي ده يعني لو فيه مقعد انتخابي مرشح جاب فيه 35% من الأصوات واللي بعديه جاب 33% من الأصوات وفيه ناس جابوا 29% أو 10% و 5% فيه الديمقراطيات حول العالم اللي بيحصل ان أعلى 2 بيدخلوا إعادة إنما في النظام البريطاني اللي جاب 35% هو اللي بياخد المقعد مباشرة فبالتالي يكون إن فيه فائز عن منطقة معينة ده مش معناه إن الناخبين في المنطقة دي غالبيتهم رشحوه عن المقعد الانتخابي بل هو أكتر واحد جاب أصوات من الجولة الأولى ونتيجة الطريقة الغريبة والعطيقة دي لحساب الفوز خلوني أفاجئكم بأعداد الأصوات اللي حصل عليها كل حزب يعني مثلا إحنا قلنا إن حزب العمال حصد أكتر من 60% من مقاعد مجلس العموم بس في الحقيقة هو حصل على 33% فقط من أصوات الناخبين إيه؟ أيوا يا سيدي طب وحزب المحافظين اللي خسر ده اللي تبهدل اللي جاب أقل من 125 مقعد ده اللي هو أقل من تلت المقعد اللي جابها حزب العمال تفتكروا دول قد إيه من الناخبين صوتوهم؟ صوتوهم يا سيدي 23% من الناخبين يعني الفرق ما بين اللي قسر الدنيا وما بين اللي تبهدل 10% بس من الأصوات بس الفرق في المقاعد أكتر من الدعف كمان خد بقى المفاكئة دي الديموقراطين الأحرار كابوا 71 مقعد طب تفتكروا حصلوا على قد إيه نسبة تصويت من الناس 12.2% من 10% وتقول لي طب ما خلاص يعني منطقية الكبير قوي جاب 33% اللي بعده 23% واللي بعده 12% كلام منطقي إيه المفاجأة بقى في ده أقول لك المفاجأة إن في حزب جديد اتعمل هو يعني جديد إنشاء بس مش جديد فكرا اسمه Reform UK أو حزب الإصلاح البريطاني وده عملوا سياسة بريطانية يميني مخضرم اسمه نايجيل فاراج طبعاً اللي بيتابعوا السياسة البريطانية عارفين هو مين وقديه وكان مؤثر جداً في حملة البريكزيت اللي هي الخروج من الاتحاد الأوروبي فنيجيل فاراج ده بقاله بيدخل الانتخابات 8 مرات ولا حاجة كل مرة بيخسر بس المرة دي أول مرة يكسر والحزب بتاعه قدر يجيب 4 مقاعد في الانتخابات وده عمل ألأ كبير قوي في بريطانيا بعدما الناس شاهدت النتائج فحد هيقول لي ألأ كبير إيه عم 4 مقاعد من 650 مقاعد ده يعني رقم تافه أقل من 1% هقولك آه بس تفتكر يا طرح عدد الناس اللي صوتوا للحزب ده كام حد هيقول لي يعني نسبة وتناسب يعني نقدر نقول يا بقى أقل من 1% من الناخبين أقولك لأ خد بقى المفاجأة الكبيرة دي 14% من الناخبين بريطانيا صوتوا لمرشحين حزب نايجيل فرادش تقول لي يا نهاري سويد 14% من الناخبين صوتوا وفي الآخر ياخدوا أقل من 1% من مقاعد مجلس النواب تأكيد بقى حصل تزوير أقولك لأ ما حصلش تزوير وارجع في تجارتين الطريقة اللي قلتلك بيتحسب الفائزين بها إزاي لو مرشح جابت 35% واللي بعدين جاب 34% اللي جاب 35% يفوز واللي جاب 34% نقول له اتقل على الله وأفاكي أمر عيش فوق ده بالزبط اللي حصل مع حزب ريفورم يو كي اللي هو حزب الإصلاح البريطاني فالناس شريحة كبيرة منهم بقت مؤمنة بالأفكار اليمينية المتطرفة والحزب ده يعني أفكار قريبة من الأحزاب اليمينية المتطرفة زي حزب مارين لوبان في فرنسا وغيره من الأحزاب اليمنية المتطرفة في بيت أوروبا وهملة شعبيتهم بتزيد على مر السنين ولعل طبعا كان من أشهر دلقل شعبيتهم هو تأثيرهم في حملة البريكزيت صحيح الحزب ده والأحزاب اللي قبليه اللي عملها نايجيل فراج ما كانش ليهم تمثيل في البرلمان البريطاني لكن أهي أعداد الناخبين بتقول إن هم في زيادة مضطردة سنة ورا سنة يوم ورا يوم بدرجة إن 14% من الناخبين صوتوا لهم الرقم ده على فكرة هو تقريبا نص العدد اللي صوتوا لحزب العمال البريطاني اللي هيشكل حكومة يعني لو قلنا مثلا بريطانيا دي كلها كانت دايرة انتخابية واحدة كان مفروض الريفورم يوكي اللي هو حزب الإصلاح ده ياخد نص المقاعد اللي خدها حزب العمال فاتم تخيلين الصدمة اللي جواها بريطانيا قاعد تغطية الإعلامية عملها بتاعت تافي بالنصر بتاع حزب العمال والناس فرحانة في ريشي سوناك وفي حزب المحافظين يعني كانوا عمل عقاب ليهم غوروا يلا في مزبالة التاريخ لكن المراقبين على أرض الواقع اللي بيقروا الأرقام شايفين خطر قدامهم وايه اللي ممكن يحصل في المستقبل قريب ان الناس دي مسرهم بدل ما يجيبوا الـ 32% يجيبوا الـ 35% وهم اللي ياخدوا المقاعد مش حزب العمال ولا حزب المحافظين فالعكس ما ناس كتير متخيلة حزب العمال مش جاي على أغلبية شعبية كبيرة هو خد أغلبية نسبية في كل دايرة وده اللي أهلهم ان هم اللي يشكلوا الحكومة أيا كان هيشكلوها فعلا والتحديات اللي قصدهم هتقبى كبيرة سواء شعبية أو اقتصادية والناس هتبقى متوقعين ان هم يصلحوا البلاوي اللي عملها حزب المحافظين ان هم يصلحوا النظام الصحي البريطاني يصلحوا الاقتصاد يصلحوا الخدمات العامة وفي نفس الوقت كمان هيقبى عندهم تحدي كبير ان هم يحافظوا عن ناخبين اللي انتخابوهم عشان الناس دي لو فقدوا الثقة في حزب العمال بعد أما فقدوا الثقة في حزب المحافظين اللي طبعا اللي كان حاكم قابليهم ممكن بسهولة يقبوا هدف سهل للأحزاب القومية زي طبعا حزب الإصلاح البريطاني بس دي كانت تغطية سريعة على الانتخابات البريطانية كالعادة احب اسمع قراءكم وقترحاتكم ولو في اي تصحيح لأي معلومة جوا الحلقة تقدروا تسجوها في التعليقات ولو عجبتكم الحلقة ياريت تشاركوها على الصفحات او المنتديات او الجروبات اللي بتهتم بالنوع ده من الاخبار واشتركوا في القناة عشان توصلكم الحلقات الجديدة اول لأول شكرا واشوفكم على خير الحلقة الجاية مع السلامة شكرا واشتركوا في القناة شكرا واشتركوا في القناة